بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان قيم إنسانية لو تكلمنا عن الدين الإسلامي هنلاقي أنه دين بيسمو بالإنسان روحيا فجه الدين عشان يحرر الإنسان من الشرك وعبادة القوى الطبيعية وبيسمو به عقليا من أنه خرج من عقله الخرافات ونبهه إلى أن الطبيعة كلها بما فيها مسخرة ليه والمنفعته ودعا لأنه يستخدم عقله بعدما كان بيظن أن الطبيعة هي اللي بتسخره وبتعمل فيه اللي هي عايزة وسمى الإسلام بالإنسان اجتماعيا فهيأوا لحياة اجتماعية عادلة أساسها البر والتعاون تعاون الرجل مع المرأة في الأسرة الصالحة تعاون الرجل مع أخيه في المجتمع الرشيد لو جينا نشوف القرآن الكريم وإزاي بين سمو الإنسان في أكثر من موضع هنلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وسواه وعدله وركبه في أحسن صورة وربنا سبحانه وتعالى سخر له كل ما في الطبيعة وفضلوا على كثير من خلقه تفضيلة والآية الكريمة بتقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة وليس أدل على ذلك من أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة لي في الأرض كما قال في كتابه العزيز وهو الذي جعلكم خلائف الأرض كمان الإسلام خل الطبيعة مسخرة بكل ما فيها لخدمة الإنسان يعمل الإنسان عقله في الطبيعة بدل ما يشعر أنه هو مسخر لها والطبيعة بتتقاذفه كما تهوى وربنا وهبه الخواص الذهنية والعقلية اللي يقدر من خلالها أنه هو يحول كل عنصر من عناصر الطبيعة عشان يخدمه لأنه خليفة الله في الأرض وكل ما في الوجود تحت سيطرته كمان الإسلام جه وكان الاستعباد متأصل في جميع الأمم فقاوم الإسلام حركة الاستعباد بكل الطرق مؤكدا على حرية الإنسان وكرمته وانتهج الإسلام طرق عديدة للقضاء على الرق وكان منها أولا دعا الإسلام إلى تحرير العبيد من الرق ورغب في ذلك ترغيبا واسعا ثانيا جعل كفارة بعض الذنوب في الدين هي تحرير الرقاب ثالثا ادى العبد الحق في أنه هو يكاتب مولاه يعني أنه يتفق مع سيده على أنه يشتري حريته مقابل مبلغ من المال يكسبه من عرق جبيله كمان حرم الإسلام بيع الأمة لو استولدها سيدها يعني خلف منها ولو مات سيدها ترد إليها حرية وأخيرا جعل الإسلام أبناء الإماء أحرار كآبائهم كمان هنلاقي إن الإسلام ضمن حرية الدين فقال تعالى لا إقراها في الدين وقال أيضا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين كمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اضطر إلى أنه يستخدم السيف وده في حالة الدفاع عن دين الله مش في حالة العدوان ربنا سبحانه وتعالى قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين كمان هنلاقي إن الإسلام دعا في أكتر من آية إلى السلام فربنا سبحانه وتعالى قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وكمان الإسلام جعل تحيته الأساسية هي السلام عليكم وهنلاقي كمان إن الإسلام ضرب المثل الأعلى في التسامح مع الأمم المغلوبة في السلم والحرب فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل من الأمور الواجبة على المسلمين في حروبهم إنهم ما يقتلوش راجل كبير في السن ولا طفل ولا امرأة وكمان كان بيعاهد نصارى نجران وأمر إن كنيسهم ما تتمسش ولا يحصل فيها حاجة وإنها تترك ليهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية فيها ولا يكرهوا على دخول الإسلام هنلاقي إن السبب في انتشار الإسلام التعاليم السامحة اللي جه عشان ينشرها مش السيف زي ما بعض الأمم بتقول أو بعض من لهم مصالح بيقولوا الإسلام كفل وضمن لكل اللي عاش في ظله مش لأتباعه بس كفل لهم الحرية والكرامة فالإسلام كان هدفه وحدة النوع الإنساني الوحدة دي مهى العدل والرخاء والسلام لو جينا للتدريبات قطعة بتقول ووسع الإسلام حقوق الإنسان واحتراموها في الدين إذ نصت آية كريمة على أن لا إقراها في الدين فالناس لا يكرهون على الدخول في الإسلام بل يتركون أحرارا ومختاروا لأنفسهم سؤال ألف هات مراد في يكرهون ومضاد أحرار سؤال به درب الإسلام أروع مثل للتسامح الديني أي ذلك بما تعرفه من أمثلة في التسامح الديني في الإسلام سؤال جيم لماذا اضطر الرسول إلى امتشاق الحسام لو جينا الإجابات هنلاقي أن مراد في يكرهون يعني يجبرون ومضاد أحرار عبيد أما بالنسبة للإسلام وكيف أنه ضرب المثل الأعلى في التسامح فالإسلام تعامل مع الأمم المغلوبة في السلم والحرب بشكل فيه تسامح كبير جدا ونلاقي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب على المسلمين في حروبهم أنهم ما يقتلوش راجل عجوز ولا طفل ولا امرأة وكان في عهد بين وبين نصارى ونجران وأمر أن كنيسهم تبقى على ما هي ولا تمس وأنهم يتركوا يمارسوا عشعائرهم الدينية بحرية ولا يكرهوا على الدين سؤال جيم اضطرار الرسول إلى أنه يستخدم السيف ده ما كانش للعدوان بل كان دفاعا عن دين الله قال تعالى وقاتله في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين بكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس وحل تدريباته أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا العمل خالصا الوجهي الكريم كان معاكم أستاذ هيثم المثل